موسيقى والحقيقة أنا دي من أحد المسائل المحيرة لما تنظر لرحمة ربنا سبحانه وتعالى ثم تفاجأ بابتلاء مؤلم لا ويطول وهنا تجميل المسألة أني قاعد أقولك لا والله مش مؤلم لا هو فيه ابتلاءات مؤلمة إما نفسيا أو مرض مؤلم في الجسد أو فقد إنسان عزيز حياتك كانت وقف عليه فيه ابتلاءات مؤلمة وإنت لو محتار في الموضوع ده واحدة واحدة كده الأول لازم نشيل المفهوم الخاطئ اللي فيه سوق ظن بالله أن أي ابتلاء مؤلم يبقى غضب من ربنا نص مشكلة الحيرة هتروح ما كانش غضبان ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين الأوائل وهم ثلاث سنين بيقسموا اللقمة في شعب بني طالب في الحصار والمشريكين على بعد كم متر بيتحكوا ويشربوا الخمر ومبسوطين وعددهم أكتر وممكنين أكتر ما كانش غضبان على النبي واللي معاه عليه الصلاة والسلام من كبار الصحابة ما كانش غضبان ربنا سبحانه وتعالى على السيدة هاجر وهي مش تلاقي بقق مية لسيدنا إسماعيل وبتجري ما بين الجبال في حتة إحنا بنتعب جدا وهي مكيفة في الحرم دلوقتي ما بين الصفة والمروة وبتجري في وسط الشمس لغاية ما الفتح جيه بعد فترة إذن النهاردة لما الإنسان يشيل فكرة إن ربنا بينتقم مني في جزء من الحيرة هيقل حاجة تانية عايزة استدعي مثال الطبيب الماهر الأمين حجم الفتحة اللي بيفتحها الطبيب في جسم المريض بتتناسب مع علم الطبيب في العملية الإصلاحية اللي بيصلحها المدة اللي بيوصي بيها الطبيب إن المريضة يقعد في العناية المركزة المدة دي لو الطبيب أمين مش نصاب وإنت مستأمنه تقولك الترخيرك إنك أنت حطتني في عنايتك المركزة ووصلت لي كل أنواع اللطف علشان أتعافى فأنت في أيدي أمينة فإذا طال البلاء مؤلم نعم إذا كان شديد نعم مؤلم لكن جلال الدين الرومي بيقولك ربما يكون الجرح الذي جرحته هو الثقب الذي نفذ منه النور إلى قلبك كم الطاقات الكامنة وكم القرب والفرار إلى الله وكم الحقائق اللي بيعرفها الإنسان عن نفسه وعن الحياة وعن الناس اللي حواليه في عز لحظات الألم لا يعد ولا يحصى ولما سدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف بعض الناس المتألمين وكأنه لمح الحيرة أم آيل إن الله لا يمنع عبده من الدنيا وهو يحبه كما تمنعون مريضكم من الطعام والشراب خوفا عليه ففيه ابتلاءات مؤلمة أيوة ما تحترش فيه ابتلاءات مؤلمة ممكن إنسان يعيش ويموت من غير ابتلاء مؤلم شديد يفتكره آه وممكن إنسان يطول معاه بلاء واثنين من اللي بيقرر الموضوع ده خلينا أقول كلام شارعي بقى مي اللي بيقدر الموضوع ده الله بحكمته سبحانه وتعالى ونزع فكرة الانتقام يهدي وإدراك أن مع العسر يسرا وإدراك أن ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يريد بحكمته ورحمته يخلي الإنسان يتقلب ما بين الحكمة أيوة أنا مش شايف بس هو شايف وما بين الرحمة رحمة ربنا وإن أتجيلك خمس آيات في القرآن بتقولك إن ما فيش بلاء أتقل من حملك تافك خمس آيات بنفس المعنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو لا نكلفه نفسا إلا وسعها آيات خمسة بتتكلم إن قبل ما يديك حملة قيل هيديك كتف يشيل زي من الناس اللي عندها خبرة بتقول فلو سألتني وإنت محتار ليه مؤلمة كده أقولك آه مؤلمة آه مؤلمة لكنها بتخليك تراجع حاجات كتير قوي لما جمل أحزاب عشر تلاف مقاتل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله وظنون هناك بتولي المؤمنون كم من مخاوف على المستقبل وعلى العيال وعلى الزوجات وعلى النفس وزلزل وزلزالا شديدة لكن اتفرأ الناس لتنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ورانا رب ومعانا رب هيعنا إن شاء الله وحتى لو موتنا شهداء رايحين عند الجنة ما تحكش علينا ربنا في الدنيا دي والمنافقين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض مش متطمنين لربنا كده ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فالآلام بتبين حتى من جوة البني آدم هو معدنه وإيه وثقة وإيه فربنا فآه في ابتلاقات مؤلمة لكن صدقني كم الطاقات الكامنة اللي هتطلع منك لما تتألم هيكون كبير قوي